اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من مناطق خفض التصعيد في ادلب باتجاه حلب اما صحيفة الوطن السورية ايضا فعنونته الامم المتحدة تؤكد ان الحل الوحيد هو افراغ مخيم الهول قائد امني عراقي امريكا تخطط لاطلاق سراح الدواعش من سجون قصد وكتبت ايضا نشاطات لافتة لسفرتين سوريا في لبنان وارمينيا وزيرة خارجية دونتك العلاقات مع دمشق تتطور بشكل ملحوظ وبالانتقال الاصحافة العربية نقرأ ما جاء في صحيفة الشروق التونسية قتلى وجرح سلسلة زلازل تضرب جنوب ايران وفي بريطانيا نصف مليون اصابة جديدة بكورونا والان جولة سريعة في اخبار الصحف الاجنبية والبداية من صحيفة The Washington Post والتي عنونت الصحة العالمية تحط على سرعة اتخاذ اجراءات للحد من تفشي جدر القرود في اوروبا اما صحيفة The New York Times فكتبت شبكة خفية تابعة للCIA والنيتو تخوض حربا بالوكالة ضد روسيا في اوكرانيا وبالانتقال الى الڭارديان اوروبا تستعد لشتاء قارس بسبب الغاز الروسية واخيرا مع صحيفة لوموندا الفرنسية وصلنا الى نقطة لا عودة بين الاطلسي وروسيا والان المشاهدين ننتقل الى فقرة الرياضة والبداية من صحيفة ماركا الاسبانية والتي عنوانته انتقاد لا ذع لريال مدريد بسبب سياسته الجديدة في سوق الانتقالات وريال مدريد الافضل في الليغة رياضيا واقتصاديا ومن اسبانيا الى ايطاليا لنقرأ ما جاء في صحيفة كوريريدلو سبورت والتي عنوانته رسميا انتر ميلان يعلن التعاقد مع اندري اونانا وجوفونتوس يستهدف نجم سان جرمان سياست بحاجة الى اقصاء عنوان مقال نشرته صحيفة الثورة المحلية وجاء فيها في كل مرة يغادر فيها رئيس امريكي بيته البيضاوي يجلس طاقم السياسة الخارجية الامريكية ليفكر مليا في سياستهم في مرحلة ما بعد الرئيس المنتهي صلاحيته لانه بكل وضوح يكون قد زاد من فشل هذه السياسة المختلة اصلا قولا وعملا على كافة الاصعدة خصوصا على صعيد تعزيز الديمقراطيات المفترضة والمزعومة هنا وهناك في عالم الذي كره سياستهم والعابهم البهلوانية الخطيرة ما يسمى تعزيز الدعم الامريكي للديمقراطية في العالم كذب كبرى فضحت ادعاءات الولايات المتحدة كفاعل مؤيد للديمقراطية في العالم واوهن شرعية مفهوم دعم الديمقراطية من اساسه بسبب عبث امريكا بهذا المفهوم كل من يناهضون افكار وسياسات واشنطن التخريبية يعملون جهدين لتشكيل عالم اكثر ديمقراطية وعدالة ومتعدد الاقطاب في العالم تضمن فيه حقوق جميع الشعوب ويسم فيه الحفاظ على السنوع الثقافي والحضاري للبشرية وهذا نقيد ما تسعى اليه واشنطن وجلقة الغرب الاستعماري بفكرهم الجديد والقديم امريكا ومن يختبئون تحت قناعها ينتهكون حرمة القانون اي انتهاك ويعاقبون دولا بظلم غير مسبوق ويدمرون اي جسور للحوار والسلام وقيادتهم لدفة المشهد العالمي امر خطير جدا ويجب اقصاؤهم عن قيادة الساحة العالمية باسرع وقت وهذا امر وشرط لازم لبناء نظام عالمي حقيقي وديمقراطي متعدد الاقطاب والافكار وقائم على التعاون بين الدول بعيدا عن الهاوية التي تقود اليها سياسات الغرب في الهيمنة والتسلط والكذب والنفاق في العلاقات الدولية وفي فقرة تويتر لليوم نتناول تغريدة تحت عنوان بشرة للكثالة علماء يبتكرون دواء يمنح نفس تأثير ممارسة الرياضة وفي التفاصيل اكتشف الطبيب يونج شو مركبا له مفعول مضاد للجوع ينتجه الجسم عند ممارسة التمارين الشاقة من جانبه قال الدكتور ان اكتشاف هذا المركب يمهد الطريق لحبوب مقاومة للدهون في المستقبل وبحسب التغريدة يمكن لهذا الدواء تطوير حبة تحد من الشهية لدى بعض الاشخاص الذين لا يستطيعون ممارسة الرياضة بسهولة بسبب حالات صحية اخرى او الشيخوخة او مشكلات العظام ويذكر ان معظم الانظمة الغذائية التي يستخدمها ملايين الاشخاص حول العالم لانقاص الوزن تعتمد في الاساس على فهم عدد لسعرات الحرارية التي نحتاج الى استهلاكها في اليوم بريطاني يدخل موسوعة جينيس رفع 130 كيلو جرام باصباعه عنوان خبرنا اليوم في فقرة الصفحة الاخيرة حطم ستيف كيلر 48 عاما الرقم القياسي العالمي في موسوعة جينيس للارقام القياسية برفعه اكثر من 129 كيلو جرام تقريبا وهو الرقم الذي يوازي وزن اريكا بثلاثة مقاعد باصبعه الاوسط لمدة ثماني ثوان الفكرة التي جاءت له اثناء التمرين علم كيلر ان رقما قياسيا في رفع اصبع واحد تم تعينه قبل عشرة اعوام لذلك بدأ التدريب حتى نجح في رفع اكثر من 129 كيلو جرام باصبع واحد متغلبا على الرقم السابق ب7.8 كيلو جرام وقال انه مؤلم بشكل لا يصدق لكن اصابعي قوية وانا فخور برفعتي وانهى حديثه قائلا فنون الدفاع عن النفس هي السبب في انني امتلك هذه الايدي القوية لتحمل الرفعة فكنت عسكريا موظم حياتي موسيقى اما الان مشاهدين مع ريشة رستامي الكاريكاتور موسيقى وبهذا نطوي اوراق الصحف الصادرة لليوم الى اللقاء موسيقى 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 موسيقى